اشتركوا في القناة الشورى والنواب في إطار استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشرعية أشار معاليه لأن نتائج الإقفال نصف سنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 أظهرت انضباطا في المصروفات العامة وفق الميزانية المرصودة وانخفاضا للمصروفات المتكررة مقارنة بنفس الفترة في عام 2019 وهو ما يؤكد السعي لمواصلة ضبط المصروفات وفقا لمبادرات ترشيد النفقات العامة ضمن برنامج التوازن المالي ونوه معالي الوزير إلى أن انخفاض إجمالي الإرادات الفعلية جاء بسبب الانخفاض في أسعار النفط ما أدى إلى انخفاض في الإرادات النفطية وانخفاض في الإرادات غير النفطية وقال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن المملكة قادرة على تحقيق تطلعات وأهداف النمو الاقتصادي وتنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي وغيرها من الخطط والبرامج التي تعزز الاقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة بتكاتف كافة أعضاء فريق البحرين من أعضاء سلطتين التنفيذية والتشرعية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي والمواطنين والمقيمين اشتركوا في القناة